استقبل رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبد الملك قيادات التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في إطار المشاورات المستمرة مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد أولويات عملها ومهامها وتوحيد الجهود باتجاه دعم مهامها لمواجهة التحديات الراهنة بكل أبعادها وأناقش اللقاء مجملة تحديات الراهنة بكل أبعادها وهمية الالتفاف حول المضي قدما ووفق الجدول الزبني المحدد لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة ومراعاة أن يكون عضاها من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص إضافة إلى الجوانب المتصلة بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الآلية وتطرق الدكتور معين عبد الملك إلى مجمل التحديات الراهنة بكل أبعادها وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة الحرجة مشيرا إلى التحديات القائمة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية واستمرار التصعيد العسكري من قبل ميليشيات الحوث الإقلابية وما يفرضه ذلك من أهمية مضاعفة الإنجاز لتنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة بما مشانه توحيد الجهود لاستكمال إنهاء الانقلاب وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة المواطنين واستعرض رئيس الوزراء المكلف الخطوط العريضة لخطة الحكومة وأولوياتها في المرحلة القادمة والتي ترتكز على معالجة التحديات القائمة وتجاوز المشكلات المتراكمة وفق برنامج زمنية تطلب تنسيق جميع الجهود والتكاتف من أجل تحقيقه وبما ينعكس بشكل مباشر وسريع على حياة ومعيشة المواطنين اليومية خاصة في إنقاذ الاقتصاد الوطني ووقف تدهور سعر صرف العملة وتجفيف منابع الفساد مؤكدا إن معركة استكمال إنهاء الانقلاب والسعادة الدولة ستحتل الأولوية في المرحلة القادمة بجانب الملف الاقتصادي والإنساني بدورهم عبروا قيادات التنظيم الناصري عن التهاني والتبريكات لدكتور معين عبد الملك بالثقة التي نالها وعادت تكليفه من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية لقيادة الحكومة الجديدة معربين عن تفاهمهم الكامل لما طرح رئيس الوزراء المكلف حول حجم التحديات والصعوبات وأنهم سيكونون دعما وعونا له ولحكومته الجديدة التي يجب أن تكون من ذوي الكفاءات والخبرة والاختصاص للقيام بمسولياتهم وتجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ اليمن